موسيقى أهلاً وسلاماً بكم في صداق لامن جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية ولكن بعد أهم العروين أهلاً وسلاماً بكم في صداق لامن جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية ولكن بعد أهم العروين الجزيرة نتا كورونا وفات أول أمريكيين واكتشاف حالات باليابان وارتفاع حصلة الضحايا بالصين يونزويك الاعتقال السري بأكثر من مليون مسلمين صيني سيضاعف من مشكلة كورونا الزمان العراقية حقوق الإنسان تطالب بعادة بقية الطلبة العراقين من الصين القدس العربي السورية هدون في إدلب وتعزيزات عسكرية تركية ضخمة العرب اللندنية دعوى قضائيا ضد إيران لقيامها بعمل إرهابي بأسقاط الطائرة الأوكرانية العرب الجليد أنقرة تنشئ نقاط مراقبة جديدة لعرقلة تقدم النظام نحو إدلب الشرق الأوسط حصلة وفيات كورونا في الصين ترتفع إلى 717 والإصابات تتجاوز أربعة وثلاثين ألفاً مع إعلان الرئيس العراقي برهم صالح تكريفه لمحمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة على رغم من الاعتراضات الكبيرة عليه من غالبية ساحة التظاهر في بغداد والمحافظات بدأت في العراق مرحلة جديدة ربما ستدخل البلاد في نفق المرحلة في نفق مظلم هذه المرحلة الجديدة المظلمة تمثلت بدخول محور مقتدى الصدر وجماعته القبعات الزرق لقمع المتظاهرين في عموم العراق مقال للكاتب جاسب الشمبري في موقع عربي 21 وجيش القبعات الزرقاء هم إحدى واجهات التيار الصدري المدنية التي تظهر في العديد من المناسبات لكنهم في الحقيقة إبارة عن ميليشيات مسلحة مستعدة لتنفيذ أي أمر ضد أي جماعة وفي أي وقت المؤامرة على المتظاهرين السلميين بدأت بعد تغريدة الصدر التي بارك فيها لرئيس الحكومة المكلف وأشار فيها إلى ضرورة أن يسعى أتباعه بالتنسيق مع القوات الأمنية إلى إعادة الحياة لطبيعتها وفتح الطرقات والمدارس ظهور القبعات الزرقاء كقوة إرهابية جديدة ستتحكم في الملفات السياسية والأمنية والشعبية وبالنتيجة ستقود البلاد إلى مرحلة الضياعة التي حذرنا منها مراراً الصدر وجماعته أثبتوا أنهم غير متفقين مع المتظاهرين بل أنهم منسقون مع الكتل السياسية لضرب وإجهاد طروحات وآمال الجماهير العراقية التي فقدت حتى اليوم أكثر من 750 شهيداً وأكثر من 30 ألف جريح المتظاهرون العراقيون رقم صعب في الواقع الجديد لا تعزله رغبة سياسية غير وطنية ولا إرادة خارجية حاقدة ورسلتهم ستقود العراق إلى الحالة الأفضل والأجمل وستملأ حياة العراقيين بالعدل والسلام والديموقراطية اليوم انكشف موقع التيار الصدري من يسيطر عليه في تموضع جديد لكن يجوز التساؤل عن إمكانية مصادرة قرار هذا التيار لأن مقتدى الصدر موجود في مدينة قوم الإيرانية ويصعب لأن مقتدى الصدر موجود في مدينة قوم في إيران ويصعب تفسير انتقاله من معسكر إلى آخر إلا إذا كان مقتل سليماني حدى بإيران للعب بورقة مقتدى بقوة وقبول بدوره لحسم الموقف لصالحها أو التخفيف من الخسائر خبطار أبو دياب يكتب في صحيفة العرب اللندنية عن مستقبل الحراك في العراق تتواصل الانتفاضة الوطنية العراقية منذ الأول من أكتوبر 2019 وتفشل مساعي الاحتواء والالتفاف ولم تفلح محاولة التضحية بها على مذبح الاشتباك الأمريكي الإيراني المتفاقم منذ مقتل قاسم سليماني وصحبه بداية هذا العام لذلك تبرز الورقة الأخيرة لإخماد الجذوة الثورية عبر القمع المكثف في بغداد والمحافظات الجنوبية من قبل فريق مقتدى الصدر وبتوجيه وغطاء إيرانيين رسميين وليس من الأكيد أن تنجح هذه الخطة في ضرب حالة الاستنهاد الوطني ومعركة استعادة الدولة الوطنية العراقية والواضح أننا أمام سباق محموم بين تحقيق الانتفاضة لأهدافها وبين التهديد لوجود العراق وطبيعة دولته وربما وحدته وكيانه ضمن مخاض إعادة تركيب الإقليم التي انطلقت في موازات زلزال سقوط بغداد في أبريل 2003 أدى الفشل في إعادة بناء الدولة ما بعد الحرب الأمريكية إلى تفاقم وضع العراق بدل وضعه على السكة الصحيحة وبعيداً عن نظريات المؤامرة جبهت الحالة الثورية العراقية خصومة الوصي الإيراني وأدواته التي أرادت الحفاظ على مكاسبها في المحاصصة بعدما نجحت مع الحشد الشعبي في التمهيد لسيطرة الدولة الموازية على الدولة الشكلية والإطاحة عملياً بالمؤسسات العراقية وفي خلفية هذا الصراع يبدو الموقف الأمريكي حذراً مع تناسي مسؤولية واشنطن عن وصول العراق إلى هذا المنحدر يبدو الموقف الأوروبي خجولاً كأن وضع هذا البلد المركزي ليس في الحسابات كحالة مستقل أما الصين وروسيا فكانهما تنتظران نتيجة اختبار القوة أما بالنسبة إلى اللاعبين العرب المعنيين فيسود الحذر والتكتم مواقفهم لأسباب متعددة شهدت ساحات وميادين العاصمة العراقية بغداد ومدن وجنوب ووسط البلاد يوم أمسي الجمعة تظاهرات واسعة وسط انتشار أمني كثيف تحسباً من هجمات أصحاب القبعات الزرق التابعين لرجل الدين وزعيم التار الصدري مقتدى الصدر عقب سلسلة هجمات نسبت لهم في النجف وكربنة أسفرت عن مقتل وإصابة المتظاهرين تقرير لصحيفة العرب الجريد التظاهرات التي تحمل عادة شعارات ضد إيران وواشنطن لتدخلهما في العراق رفعت اليوم أيضاً شعارات ضد تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة وضد عدد من الشخصيات الحزبية أبرزها مقتدى الصدر رغم تحذيرات أطلقها أنصاره مسبقاً من مهاجمة أي تظاهرة تهاجم زعيمهم أو تردد شعارات وشهدت ساحات التحرير في بغداد احتجاجات واسعة إذ لم تستوعب أعداد المتظاهرين الذين امتدت أعدادهم إلى ساحة الطيران والشوارع القريبة منها وحمل المتظاهرون شعارات جددوا إدانتهم أحداث النجاف مطالبين بالتحقيق في تلك الأحداث ومحاسبة الجهات التي ارتكبت المجزرة في ساحة التظاهر كما شهدت ساحات التظاهر في المحافظات الجنوبية تظاهرات حاشدة إذ خرج المئات من أهالي محافظة ذيقار بتظاهرات ومسيرات في الشوارع المؤدية إلى ساحة الحبوب وسط مدينة الناصرية مركز المدينة واحتشدوا داخل الساحة مشددين على استمرار تظاهراتهم وفي محافظة واسط عبر المئات من المتظاهرين والطلاب الجامعيين الذين خرجوا بمسيرات احتجاجية عن رفضهم تكليف محمد علاوي برئاسة الحكومة مؤكدين أن مطالب الشعب ستنتصر على أجندات الأحزاب وميليشياتها المخاوف من اتساع دائراتي تظاهرات دفعت تفصائل ميليشاوية إلى الدعوة لتحديد أماكن معينة للتظاهر وهو ما رفضه المتظاهرون بحسب الصحيفة دفاعا عن السودانيين وثورتهم كتب عريب أرنتاوي في صحيفة الدستورة الأردنية جاء في مقاله أن يتخذ معسكر الثورات المضادة من أي حدث وكل حدث مناسبة للانقضاض على ثورات الربيع العربي وانتفاضاته لتشويهها وشيطنتها فذلك أمر مفهوم تماما فأطراف هذا المعسكر وأركانه بما لديها من أدوات وانتدادات وعناصر اقتدار نظرت إلى ثورات العقد الثاني من القرن الحالي بوصفها تهديدا وجوديا لأنظمة الفساد والاستبداد أيها السادة لقد قارف البرهان شيئا فريا بيد أنه لم يصدر في ذلك عن إرادة الشعب السوداني ولا عن ثورته وانتفاضته ولم يكن ناطقا فيما فعل وأتى باسم قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين وغيرها من الكتل والمجاميع التي فجرت غضب الشعب السوداني وقادت واحدة من أنبل ثوراته لقد فعل ما فعل استكمالا لما بدأه سلفه ومعلمه المخلوع الذي أحدث استدارة بزاوية 180 درجة في سياساته ومواقفه وتحالفاته وبدأ مشوار الغزل مع إسرائيل عليه يتأبد على كرسي الحكم ويتفادى كرسي العدالة في لهاي لقد فعل البرهان وجنرالات الجانجويد ما فعلوا ليس لمصلحة سودانية عليا ولا لحفظ أمن السودان الشقيق كما زعموا مباررين وشارحين لقد فعلوا ذلك للحصول على الضوء الأخضر للقضاء على مرامي الثورة السودانية قبل انتهاء مشوار الانتقال بالسودان من الحكم الشمولي الديني إلى ضفاف الديمقراطية التعددية لقد فعلوا ما فعلوا ليس بتفويض من شعبهم لقد عبرت قوى الحرية والتغيير عن موقفها الرافض للقايا عن تيبي وقال الحزب الشيوعية السوداني الوقت قد حان لترحيل الشطر العسكري من مجلس السيادة الذي انتطى صهوة الثورة الشعبية لينحرف بها عن مراميها وليعيدة موضوع السودان في خانة صفقة القرن وتحالفاتها الدولية والأقليمية في مقال نشره موقع فورن بوليسي وكتبه إزرائيل برمانت المحاضر المتخصص بالشؤون الدولية في الجامعة العبرية أشار فيه إلى موافقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استعداده للمصادقة على صفقة القرن التي آلن عنها الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي وذلك في محاولة منه للتقرب من الرئيس الأمريكي على سياساته في الشرق الأوسط وفي رغبة منه للحصول على معاهدة التجارة مع واشنطن يعتقد الكاتب أن موقف رئيس الوزراء البريطاني لم يكن مفاجئاً أي أن كان الضرر الذي سينجم عن دعمه لخطة ترامب وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أصبح البلد معتمداً على رحمة الولايات المتحدة وتوقيع اتفاقية تجارية معها وظل الموقف البريطاني من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني مشروطاً بحساسيات الدول العربية التي يطلق عليها المعتدلة وحتى وقت قريب كانت بريطانيا حذرة من علاقات قوية مع إسرائيل خشية إغضاب الرأي العام العربي المعتدل وظلت بريطانيا تتجنب الظهور بمظهر الداعم لإسرائيل لألا تضر بعلاقاتها الاستراتيجية ومصالحها التجارية مع العالم العربي ففي ذروة الحرب الباردة كانت بريطانيا تعتمد على النفط العربي وبعد رفض الرئيس رونالد ريغان شجب الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 كتبت مارغريت ثاتشار في حينه على برقية من واشنطن لتعرف أمريكا مدى الحنق الذي تتسبب به في الشرق الأوسط وخافت ثاتشار من بناء الاتحاد السوفيتي وغيره قوة تأثير بسبب دعم أمريكا لإسرائيل وأفعالها إلا أن الكثير قد تغير منذ ذلك الوقت ويرأى الكاتب هو أن بريطانيا لم تعد تخشى من ردود الفعل العربية حول دعمها لإسرائيل والسياسة الأمريكية في المنطقة لأن الدول العربية تتحرك باتجاه الموقف نفسه في تعليقنا لصحيفة الغارديان على تبريئة الرئيس الأمريكي دولد ترونف في الكونجرس من تهم يساءة استخدام السلطة ويعاقة عمل الكونجرس قالت إن قرار مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون يعني أن مصير الرئيس لم يعد بيد الكونجرس بل بيد الديمقراطيين والناخب الأمريكي في انتخابات التشرين الثاني نوفمبر القادم وكانت ديمقراطيون يعرفون عندما قرروا البذأ بالمحاكمة أن دونالد ترامب لن يدان على يد الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ وأنه سيدعي خطأا كما فعل أن المحاكمة برأته بالكامل وربما شعر أنه أصبح بقوة لا يمكن لأحد تدميرها كما فعل في خطابه المليء بالأكاذيب الذي ألقاه يوم الثلاثاء عن حالة الاتحاد وترى الصحيفة أن معضلة الديمقراطيين جاءت من أن تجاهل محاكمة ترامب على ما قام به كان سيدر بالدستور الأمريكي وأن رئيسا يعرف أنه لن يواجه محاكمة سيتجرأ مثل الرئيس الذي واجهها وتعتقد الصحيفة أن التصويت في الكونغرس لتبرئة ترامب لم يكفي الحقيقة تبرئة أو تأكيدا لبراءته أكثر من كونها محاكمة هزلية قام بها مجلس الشيوخ حيث رفض المحلفون الذين أقسموا على الحياد الاستماع حتى للشهود وكانت العملية في حد ذاتها إدانة للحزب الجمهوري وباستثناء الموقف المشرف لسيناتوريوتا ميتروني الذي بات يواجه عمليات انتقامية من أعضاء المجلس من الجمهوريين الرعاديد لسلطة الرئيس وتختم الصحيفة البريطانية أنه لا شك في خسارة ترامب مرة أخرى الأصوات الشعبية هذه المرة ولكن النظام الانتخابي الأمريكي منحرف بشكل مروع كما وصفته ولن تهزم الرئيس الحالي سوى معارضة قوية وفي الوقت الذي فشل فيه الحزب الجمهوري في الامتحان وفشل الديمقراطيون أمام أنفسهم فالخيار الآن بيد الناخبين خبر وفاته حصل على مليار ونصف المليار مشاهدة قصة البطل الذي أنذر الصين من كورونا مقابل حياته طبيب عيون صيني ولكن عمله امتد إلى مجابهة الفيروسات كان أول المحذرين من اتشار فيروس كورونا الجليد لكن بدل أن يشكر ويكرم على ذلك تعرض لتأنيب من السلطات الصينية توفي يوم أمس الجمعة متأثرا بالفيروس فما قصته تبدأ القصة مع بداية ظهور فيروس كورونا الجليد في مدينة وهون بالصين في ديسمبر كانون الأول الماضي في سوق للأطعمة يبيع حيوانات برية بطريقة غير نظامية في الأول من فبراير شباط قال لي على موقع ويبو لنتائج التحاليل التي أجريت له أكلت إصابته بفيروس كورونا ويعتقد أنه أصيب في يناير كانون الثاني الماضي بعد علاجه مريضا دون معرفته له كان يحمل فيروس كورونا وفي منتصف الجمعة توفي لي وكان بحالة حرجة ليصبح بطلا لدى الصينيين والآن إلى الكاركاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم وعلى اللقاء بإذن الله